اليوم كان مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك بالمركز الدولي للمؤتمرات الوزير الأول سيد أيمن بن عبد الرحمن ألقى كلمة مهمة في هذا اليوم بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين من أو في الدولة أهم نقطة دعا إليها الوزير الأول هي الإسراع في مراجعة قانون الجمارك وباقي النصوص دات الصلة من أجل التأسيس لتغيير الإيجابي الذي يرجوه المتعاملون الاقتصاديون يعني الوزير الأول يعترف بلي كاين نظرة من المتعامل الاقتصادي لهذا الجهاز الهام المسمى الجمارك هذه النظرة يجب أن تكون نظرة إيجابية كيف بتغيير القوانين فالوزير الأول قال بلي كاين عدة نصوص لا تستجيب حاليا للواقع المعاش وخاصة لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال إسراع الحركية الاقتصادية وعندما تحدث عن التسهيلات الجمهورية تطرق السيد بن عبد الرحمن للرواق الأخضر مطالبا بتعميمه ليشمل المدخلات والمواد الأولية أيضا تصوروا بأننا في هذا اليوم العالمي للجمارك ما زلنا نحكي أيضا على نقطة أساسية ومهمة هي النظام المعلوماتي الجديد يجب أن يكون هناك رقمنا سريعة لأن المتطلبات الحالية تفرض نمطا معينا من العمل على هذا الجهاز المهم جدا وهو جهاز الجمارك ترجمة نانسي قنقر